مساء الخير ازايكم الاخبار يا رب اكونوا في خير معاكم نورة محمد سيلزي مانجر نير ستارت ريلا استيد احنا النهاردة جايل لنكم فكرة مختلفة وفكرة جديدة جدا نويين ان شاء الله نعمل سلسلة ليه تشتري في الاميو 23 او ايه افضل فرصة استثمارية موجودة في الاميو 23 هنختار لكم افضل ثلاث مشاريع موجودين في الاميو 23 وليه تشتري اصلا في الاميو 23 و ايه الفرصة كويسة لموجودة في الاميو 23 هنتكلم النهاردة عن مشروع من ضمن الثلاث مشاريع و هنكمل الفترة الجاية على المشاريع اللي هكون موجودة النهاردة هنتكلم عن مشروع زفايف شركة سامكو بس قبل ما نبدأ اي تفاصيل تخص المشروع ما تنسوش تعملونا لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلوكم كل جديد عن المدر الجديدة بالنسبة لشركة سامكو هي شركة سامكو شركة كونستراكشن عالية جدا تعالوا نتكلم كده واحدة واحدة ونقول مين هي شركة سامكو شركة سامكو ليها في كل حاجة او في كل مجال ليها شركة ليها شركة في الطاقة ليها شركة في البتروك الموايط اللي هيكون موجود معنا ليها شركة في العقارات اللي هي الديفالوب منت سامكو دفالوب منت لها شركة في الكونستراكشن ودي طبعا غنية عن التعريف ليها شركة استراض وتصدير ودي المستورد الوحيد للأمح في مصر فطبعا شركة سامكو هي غنية عن التعريف عملت ايه كان كونستراكشن عملت حاجات احنا كلنا عارفينها تقريبا مسجد الفتاح العليم الموجود في اول العاصمة القدرية هي الدخلة في كونستراكشن بتاعته اثنين دخلها في كونستراكشن مسجد مصر اللي في الداونتاون دخلها في كونستراكشن مسجد المشير التنطاوي اللي موجود في أول التجمع الخامس دخلها في كونستراكشن صواري اسكندرية استاون صودك اللي موجود في التجمع ديها جزء من كونستراكشن فيه فهي أصلا شركة كونستراكشن شركة قوية جدا عاملة كمان 50 مشروع طبع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الكباري وكل حاجة احنا بنمشي عليها في مصر هي تقريبا سامكو لها بصمة في الكونستراكشن دي وشركة عقارات احنا بنتكلم مشروع ريفالي اللي موجود في التجمع الخامس اللي هو قدامه هايد باركي الناحية التانية ومشروع زفايف اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي مبدئيا هنتكلم عن اللوكيشن ليه اخترنا الاميو 23 طبعا مصلحة العميل تهمنا انت دايما بتدور على سعر متر كويس لوكيشن كويس ترافيك عالي وغير كده الار او اي بتاعك يكون كويس جدا وده كله متوفر في منطقة الاميو 23 الاميو 23 هي مطروحة بقالها فترة كبيرة جدا بس الفرق بينها وبين منطقة لسه اندر كونستراكشن ان انت الاميو عندك فيها كونستراكشن عالية جدا فيه ناس بدأت ان هي تستلم في منطقة الاميو 23 غير كده الكتلة السكنية اللي موجودة في الارتو في الارسري عاملة كسافة سكنية عالية جدا على الاميو 23 اكتر من خمسة وخمسين الف نسمة موجودة في الارتو في الارسري فطبعا ده كله بيسب على منطقة الاميو 23 بلاص ان انت عندك مشاريع متسلمة عندك نسبة كونستراكشن عالية في الاميو 23 فانس ان انت استلمت مشروعك اللي هو استلم 3 سنين او 4 سنين او سنتين انت خلاص هتشغل لان كل اللي حواليك مشغل وكل اللي حواليك باني وفيها نسبة كونستراكشن عالية جدا بلاص ان الاسعار في منطقة الاميو 23 هي موصلتش للبيج بتاعها لا احنا لسه في اسعار بسيطة جدا لسه في وحدات في سطرة لونش او خلاص اللونش بتاعها كان من اسبوعين ثلاثة فلسه ما حصلش فيها زيادة الاسعار فانت بتشتري يونت بسعر مش عالي سعر لسه موصلش للبيج فانت بتعرف تاخد سعر اللونش او سعر افتتاحي وهتعرف ان انت تستثمر في سعر المت منطقة فيها كونستراكشن منطقة جنبها وحدات سكنية تقريبا هي الناس سكنة خلاص هناك او الناس بدأت ان هي تسكن هناك فكل ده متوفر في الاميو 23 بلاص محور الامل اللي رابط الطريق السويس بمحور الامل منطقة مميزة جدا وبيقطع العصامة الادارية بالنص فمحور مهم جدا هيكون موجود زفايف موجود في الاميو 23 هو على المحور ديريكت يعتبر ثالث او رابع قطعة ارض من صناية الارتوان فاللوكيشن بتاعه مميز جدا بلاص ان انت جنبك المستشفى العام للعصامة الادارية الموجودة في الاميو 23 فاللوكيشن مهم جدا ومميز جدا بالنسبة للمشروع عايزة بس افهمكم حاجة او عايزة اتكلم في نقطة مهمة قبل ما نبدأ البروجيكت بتاعنا ان فيه فرق كبير جدا بين التاور او الستريب مول او البزنس كومبليكس الفرق اما بين التلاتة فيه كمان معينا استريب مول استريب مول ده بيكون مول بيخدم على الكمباوند او على فئة قليلة جدا من السكان طبعا ده ما بيكونش مولطر فيه اطلقا هو بيكون مول فيه سوبر ماركت فيه صيدلية فيه هايبر ماركت فيه حاجات الاستخدامات الشخصية اليومية اللي احنا ممكن نكون منحتاجها وده طبعا ما بيستهدفش فئة جديرة خالص من الناس الفئة السكانية اللي موجودة في المنطقة دي بالنسبة للتاور اللي بيكون موجود دي بيكون نطحات صحية اي حاجة فوق العشرين دور جدي بتتسمى تاور وده طبعا بيبقى فيها جزء طرفيه شوية لان بيكون داخل فيها خدمات جديدة وبيكون اغلبها يا اما دورين والباقي اداري وتجاري يا اما دورين والباقي فندقي ده بالنسبة للتاور وفيه فرق ممين الكمبليكس او البزنس كومبليكس اللي بيكون موجود في اغلب المشاريع الموجودة في العسامة الادارية مش بس في الاميو ده بيكون بيزنس كومبليكس فيه كل حاجة فيه تجاري فيه اداري فيه طبي وبيكون ميجا بروجيكس زي مشروع زفايف اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي زفايف ايه مميزاته هو طبعا زي ما قلنا هو بيزنس كومبليكس هو على عشرين الف متر وديه مساحة كويسة جدا يعتبر من اكبر المشاريع اللي موجودة في الاميو 23 متقسم معينا ازاي بقى متقسم معينا عباره عن خمس مباني مبنيين هيكونوا عباره عن التجاري مبنيين اداري ومبنى قط الابارتمنت هيكون موجود طبعا عشان الشركة بتهدم مقاوي بالليتيلز هي جايبة لكل حاجة من التيبز اللي احنا اتفقنا عليها شركات متخصصة يعني مثلا عندنا التجاري جايبين شركة انكميرشل ديه اللي بتدير التجاري اللي هيكون موجود معينا في المشروع الشركة دي بتدير ايه هي بتدير بوينت ناينتين بتدير كلاونت ناين اللي موجودين في التجمع الخامس وطبعا دول من انجح الوشاريع الموجودة في التجمع بالنسبة للإداري هم جايبين برضو حد متخصص وهي شركة اليت الشركة دي متخصصة ان هي تدير الإداري ودي طبعا عاملة حاجات كتير جدا بالنسبة للأوتيل أبارتمينت دي هكون مفاجأة الشركة هتعلن عنها الفترة الجاية وهنقول مين اللي هيكون مسؤول عن صندوقي سيكون موجود بالنسبة للطبي طبعا للطبي احنا اتفقنا في اول الفيديو ان احنا جنبنا المستشفى العام للعاصمة الإدارية فطبعا خدمات يعني انت يعتبر العيادات الخارجية بتاعت المستشفى موجودة عندك في المال فطبعا دي هكون حاجة مهمة الصيدلية انت جنبك المستشفى فالصيدلية تشتغل حلوة جدا فانت كالوكيشن انت ضامن كل حاجة ضامن ان انت هتشغل التجاري بالشركة الادارة اللي هكون موجودة ضامن ان انت هتشغل الاداري بالشركة الادارة اللي هكون موجودة للاداري الفندق طبعا كده كده يشتغل علشان القطيل اللي احنا هنتعقد معيه ضامن التب ان هو يشتغل علشان المستشفى اللي هكون جنبك فانت في كل حاجة انت جاي بحد متخصص غير الاستشار الهندسي اللي هيكون موجود معينا وهو عمر عقيل وده طبعا حد غني عن التعريف بالنسبة للجزء المهم بتاعنا هو الأسعار بالنسبة للمشروع كبير زي ده احنا عندنا الإداري والطبي صارت لسعر المتري فيه من 60 ألف وده سعر افتتاحي جدا في المنطقة صارت لسعر التجاري من 130 ألف عندنا المقدم واللقصوات احنا بنوصل لحد 12 سنة وده يعتبر من أطول الفترات التقسيط الموجودة في العاصمة الإدارية مش بس في الاميو 23 استلام المشروع هيكون خلال 3 سنين ونص طبعا لو عايزين تعرفوا أي ديتيلز تانية عن المشروع هتكلمونا على الأرقام اللي هتظهر قدامك على الشاشة أتمنى يكون الفيديو عجبكو أنا معيكو نورة محمد